موسيقى منذ قدم هذا المجلس ديالتار البيضاء اللي كيترأسه السيد العماري عن حزب العدالة والتنمية كان عانيه من 2015 كان عانيه من عدة مشاكل مشاكل حدة بأن هذا السيد الرئيس ما كيعترفش بالفرقاء الاجتماعيين ساد لنا باب الحوار والدليل أنه كان لقاء واحد خلال ستة سنوات كان لقاء يتيم المتأخرات والمستحقات ديال المداخن ما كيناش الأحكام اللي صدرت لصالح المضطف منذ 2017 ما تأداتش الترقيات ما تأدوش هذا السيد هذا الرئيس من اللي جوك يضرب في المضطف لماذا؟ وكنت سأله لامتحانة الكفاءة المهنية هزها وداها الجامعة الجامعة الحسن الثاني قد تقام 30 مليون سنتيم سانوياً وبالرغم أنه عندنا أطور جماعية تقدر تشرف على هذه المتحانات نتساءل ما السبب المتأخرات المتقاعدين والأرامي المتوفون الحدي الآن ما أتوا مساكن وما أخذوش المتأخرات ديالهم ما كنعرفوشن سبب هاد العداوة ليه هاد الرئيس هادا كيستعملها مع الشغيلة الجماعية وهاد الرئيس هادا ما ما كيعتارفش بالشغيلة الجماعية بتاتا فهو أول رئيس كيجي كيضرب في المضطفون الجماعيين هاد الرئيس سد عليه بيروه ما كيستقبل لا شركاء ولا مواطنين هادا حاضي شركة تنمية التنمية المحلية وكانت منها المجاليس كلها اللي كانت سابقة ما عمرش مجلس عامل مع موضافي الجماع الحضارية ديال الضربضة بالطريقة اللي كيتعمل بها السيد العماري دابا وآخر قرار اللي هو خطر جداً أنه سحب تفويد المسؤولي الإداريين هدي ما عمرها ما كانت في طارق كنعرفوا بأن السحب تفويد كيكون النواب ما كيكونش الموضافين سحب تفويد السيد المدير العام ديال الجماعة للسيد المدير المالي لرئيسة الشؤون الموضافين إحنا لا بغينا مثلاً بغينا غير شهادة العمال أو شي ورقة إدارية اللي موضاف نتسننا وحنا رئيس مشي وعندو الحملاء نظرو عليه باش ناخدو بشي سنينة قرار ديالنا هذا لا يعقل إحنا ما متفقنش معاه على هاتش اللي كيدير وانتمنوا انتمنوا 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 يجي شي مجليس يكون عادل وتكون عندو لغة الحوار مع الفرقاء للشماعيين لأن الموضف الجامعي هو قاطرة للساكنة لخدمة الساكنة البيضاوية كما شارت الأخت الأطفاء أبو عبيد أن مجلس جارة الدار البيضاء كباقي البيضاويين وحنا كشغيلة ديال جامعة الدار البيضاء شغيلة جامعية كنعانيوا مع هذا المجلس اللي كي ترأسوا السيادة بالتعزيز العمري عن عزب العدالة والتنمية لعدة مشاكل كما شارت الأخت زيادة كنا كنظر بسيفتي كموضف موضوع رهن إشارة هذا الشريحة الجامعية اللي كتبلغ العدد الموضفين ديالة 838 موضف كي يشغلوا بجامعة قطاعات الصحة التعليم العدل الشابيب والرياضة المالية السلطة هذي الناس هذو هذا الشريحة هذي ديال الموضفين منذ قدوم هذا المكشب هذا وما كي يستفدوا كان كي يستفدوا من التعويضات ديالساعات الإضافية في 2018 نادل هذا المجلس هذا بدون سند قانوني بدون أي حاجة لأنه رسلنا السيد رئيس الجامعة طار بيضاء بأنه وشنا هو السبب وشنا هو العرق الإداري اللي كينا قال لنا وأنه المرسوم واضح ديال رهن إشارة لرقم دياله جوش 13-422 صادر في 30 يناير 2014 واللي المادة تمنية دياله كتتحدث على التعويضات وأنه من حق الموضوع رهن إشارة ياخد تعويضات دياله من الجامعة دياله الأصلية زائد القطاع المستقبل دياله رسلنا السيد العمدة مراراً العشرات بدون طالب تدخل وطالب لقاء السيد ما كي أمنش بالحوار ما كي أمنش بالفرقة الاجتماعيين ساد باب الحوار لدق وهذه الشريحة هذه لبين قوسين هي خدمات في جميع المحطات ومن هذه الجائحة هذه لصابت بلادنا والله يحفظ جميع الإخوان المغاربة كاملين وموظفين كاملين لتقاسوا بعض المرض وحنا لدينا الشرف نكونوا في الصفوف الأولى في مواجهات الجائحة لأننا كتعرفوا الإخوان كين مضافراً إشارة في الصحة في التعليم ولازالوا في حال تلات الساعة كينين في الصفوف الأولى وكي سيروا تفع أخدامي تفع عملية التلقيح وهذا السيد العمدة هذا الحد الساعة ساد باب الحوار دياله ودالينا هذا القيصاء ومتمنوا من السيد الوالي ومن المديرية الجامعة الترابية باش تدخل هنا في هاد الميل في ديالنا لأنه لما نصفتناش غادي نتاجه للمحكمة الإدارية هذا هو الباب اللي بقى لنا تحنا يا كباقي الموظفين احنا كنت سالو ناس ناجحة من 2017 في انتحانة الكفاءة المهنية طقمة وصلت إلى هاد الساعة متأخيرات ديال الأحكام كنا متأخيرات ديال الترقية بالدرجة كين متقاعدين واش إنسان كي خرج متقاعد في جامعة الدار بيضاء وفي سلالهم دونيا وكي تسنة 3-4 شهر عبشت تسوزلي الصالير دياله هذا لا يعقل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر